يا مساء الخير عقيدة الولاية عند الحوثين وجماعتهم الإرهابية تقوم على إيش؟ على جملة من الخرافات والأكاذب والتدليسات والمعتقدات الضالة والسلوكيات الإرهابية نعم يعتقدون أن الولاية يهدي ويقولون ليش الأنبياء معهم أبناء وقعوا أنبياء وإحنا لما وصلت الولاية لعندنا ما عبيش أبناء ولا عاد يجعو قالوا الولاية هي تشبه النبوة ولكن بطريقة أخرى أبعث لنا الله هذا الرجل الذي يريد أنقذ هذه الأمة وليس اليمن في الحاسب الذي سمحت السيد العلم المجاهد عبدالله بدردين حوثي حفظ الله ورعاه أنا بالنسبة لي أعتبره نبي توقي هذه القيادة يعني توقي هذه الله سبحانه وتعالى يعتقدون أن الولاية حق إلهي ثابت في الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجه وأولاده الحسن والحسين ويعتقدون أنها حق إلى قيام الساعة دون غيرهم وأنها نص ديني توقفي الأمر يا جماعة ليس متعلق بالإمام علي الأمر متعلق بعبده الحوثي بعبد الملك الحوثي عبد الملك يشتي الحق لكن بيدور يضحك على الناس عبر الإمام علي وقصة الولاية وهذا الإرباء كله اليوم الذي يقولون أن الولاية تأسست فيه حوله إلى أيش عيد لبني هاشم ومن قبل 1200 سنة شنت الإمام الرسية حروبها ضد اليمنين الانتزاع سلطة اليمن وحكمهم بالقوة والعنف والإكره تحت دعوة أن الحكم والسلطة في البطنين شرعا الحوثيون هم الجماعة التقليدية لأنهم الذين يتكزون على مقولة تقليدية يعرفها اليمنيون جميعا وهي حصر الحكم في البطنين هذه المقولة من القرون الوسطى ولا يجوز أن يحكم اليمن أبناؤه أبدا لا من الحميريين ولا من السبعيين إنما تخضع لحكم المحتلين الرسيين العلويين دعاة البطنين ويجب على اليمنيين أن يتقبلوا أن يكونوا زنابيل ومقاتلين مع الحوثيين وظيفة فقط خدمة من يحتل بلادهم من العلويين يشتوق نوعو الناس أن الولاية وراثة النبوة حقهم هكذا من رؤوسهم ونتولى علي عصرنا سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي وأن الإمام علي رضي الله عنه وأولاده مشتركين في النبوة ومن بعدهم ورثتهم جيل بعد جيل من بني هاشم وأن من حكم من خارجهم فهو سطو على السلطة ومنهم الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان الذي صرح الهالك الحوثي بأنهم أدخلوا على الأمة المصيبة ويسمهم نعصب ليش؟ يقولوا أنهم نصبوا على الولاية كل كارثة مرت في هذه الأمة بما فيها كربلاء إن المسؤول الأول عنها هو عمر مع أن المصائب ما جاءت إلا من أفكار الولاية المأفونة ومش كذا وبس عادهم يرون أن الأمة منحرفة ومرتدة وكافرة وقد تكلموا هكذا بوضوح في خطبهم الملوثة ويعتبروا أن القرآن هذا حقهم قرين القرآن وأن بعض الفرق الشيعية تعتقد أن القرآن عندما الرسول صلى الله عليه وسلم قال هؤلاء الكساء أن القرآن لازل يتوحى ويعتقدون أن هناك قرآن لفاطمة وقرآن لعلي والبكرين يعتقدون أن هناك قرآن للحسن والحسين وأن الوحي لازل يتنزل إلى الآن أن علي يكتب ذلك فهذا مصحف فاطمة واضح واضحة بعد لا تحتاج إلى بيان وأيضا يعتقدون أن محد يفسر إلا هم ولو تفسر أي واحد تفسير عايقلوه عوج وصدق السيد عبد الملك أعظم من أي أحد في الأرض وأكثر من هذا أنهم عاملين الولاية حقهم على أساس الإيمان ومن لم يؤمن بها كافر وتابع لليهود والنصارى وبناء على هذه الأفكار التي عملوها لأنفسهم فيما يصح في تكفيرهم أنه لا يحكم اليمن إلا هاشمي يؤمن بهذه العقيدة ولا يمكن لأي يمن أن يصل السلطة أو ينافس السلالة عليها بس ممكن يكون عمال وولى على المناطق مثل الوالي الزنبيل محمد علي البغيتي وموظفين حسب الحاجة التي يرونها بما أني أصبح في موضع الوالي سأسير على المنهج الذي رسمه الإمام علي عليه السلام خلاصة الخلاصة أن خرافة الولاية هي التي سفقوا من أجلها الدماء وشنوا الحرب وطحنوا البلاد من أجل هذه اللوثة التي في رؤوسهم لا تعتقد يا حوثي أن الناس الساكت الراضين بكم هو بس السلاح الذي في يدك يا مجنون ولا باير كلك برجي لهم لا ما يوصلوك عند جدك الرسي نسيت ما أنوه أن نحن نتكلم عن الهاشمين الذين يرون أنفسهم أفضل من الناس والذين يعتقدون أن الحكم لهم فقط ولا لغيرهم أما الهاشمين الآخرين فهم إخوة نحن يوم إخوة الذين يرون أننا متساوين في الحقوق والواجبات هؤلاء إخواننا غيرهم لا الخلاصة يا أخي تعال تعال شوي رجعا أشتريك اللي مجموز الخلاصة أن الولاية كأنها ورثة يعني شرعية أن الرسول صلى الله عليه وسلم ورثها الإمام علي والإمام علي ورثها للحسن الحسن والحسن الحسن ورثها للعيال الممن نحن تركه تركه والآن إلى مولانا أمير المؤمنين